اه طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ايه انا احمد شيتو من شوية كده جماعة جالي تعليق او كومنت على فيديو انا كنت بنزله كنت بشرح في الفيديو ده ازاي تحدث تطبيق او يعني برنامج واند او اللي هو ويمود سابقا يعني ولكن في جالي كومنت كده بيقول ان ان نزل يعني اصدار احتس من البرنامج وكمان ان في مشكلة تانية ان انت لما بتشغل البرنامج وتيجي تشغل اي لعبة عشان يعني تشغل عليها بقى المود وكده يعني فاللعبة بتامل كراش وبتطلع فالنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نحدث او نحصل على النسخة البرو من احدث نسخة او احدث برجة موجود للبرنامج وهنجرب مع بعض كده نشغل مع بعض لعبة ونشوف ان الموضوع هنعالج موضوع الكراش يعني وان العابة تشغل معك بشكل طبيعي وتابع معي الشرح طيب مبدئين كده انت درواتي واحد من اتنين يما واحد عندك قصة نسخة قديمة من برنامج او انت واحد زي حالتي كده دلوقتي لسه ما عندكش اي حاجة خالص فلو انت عندك النسخة القديمة او اي من يعني اعمله طبعا وامسحه تماما وهكذا تعمل خطوات العمالة حالا دي ولو انت زي حالتي كده اصلا مش عندك هتعمل اللي انا هعمله حالا كده انت هتفتح عندك جوجل او هتفتح تكتب يعني هنا كده خش على المواقع الرسمي بتاع البرنامج يعني وهتقول له هنا طبعا هنزله من المواقع الرسمي وهنزله كمان هنا هنزله طبعا هنا باحدس طيب هنزل الباتش بتاعه ونقول له هنا كده طيب نزل معنا طبعا هوت على هنا هوت طبعا عليه وهتقول له هنا كده هو دلوقتي هيعمل ل 159 ميجا بايت فطبيعة الحال او كالعادة يعني عشان الفيديو ما يطولش هقطع وارجعلكم تاني لما يخلص طيب يا جماعة هو خلاص جاب مية في المية هوت وارجعنا بولي انا حابة اواريك كل حاجة كده قدامكو اواريكو برضو كنن احنا منزلين احدث نسخة اللي مش عارف اتناشة واربونت خمسة بونت وانا تقريبا هنشوف ما بعد دلوقتي طيب هنا طبعا هقول لي حط الميل بتاعك انت طبعا لازم تكون عامل حساب على البرنامج ده يعني طبعا تعمل حساب عليه سهل جدا حط هنا اي ميل عندك وهتقول له كنتوني وهتعمل ميل عادي جدا يعني انا طبعا عندي ميل بشكل مسبك او انا قريدي عامل عليه ميل يعني فهقول له هنا كده وحط الميل بتاعي الموضوع يعني سهل جدا ما فيش اي حاجة خالص حط البصورد طبعا وهقول له هنا كده طبعا زي ما شايفين البرنامج هشتغل معي طبعا بشكل طبيعي جدا ولكن طبعا مش النسخة البرو هنقفل شوف بس الاول اللي احنا يعني بالشغل هنا كام هنيجي هنا على الشكل ده يضغط عليه هنا كده وتعالي على اه بصوا جماعة احنا هنا شغالين على اتناشر بوينت خمسة بوينت وين وطبعا ده احدث حاجة حتى لو تولي خلاص بولي هو ان انت على احدث حاجة طيب وبرضو زي ما انتم شايفين انا مش اه مش برو طبعا كده طيب اعمل دلوقتي هنقفل بقى برنامج من اكس من فوق هنا كده وهنيجي طبعا بطبيعة الحل هنا الشكل بتاعه هو كليل كلمين لازم تقفلوا الكلام ده كله يا جماعة اقول له هنا كده طيب بصوا بعد كده انا هسيب لكم الرابط ده فيه سندول وصف لما هتخشوا على الرابط ده هفتح لكم الصفحة دي هنا منطقة البساطة هتيجي عندك هنا على التعالي العلمين دي واللي هي واحد بوينت ستة واحد واحد ستة ستة سفر طبعا نموكم انت اه يعني اللينك ده يا جماعة بيتعمله ابديت كل فترة فلو انت بتشوف الفيديو ده ولقيت الرقم هنا اعلى عادي تمام مصلحة يعني لقيت مسلا هنا واحد بوينت سفر بوينت تمانية مسلا بوينت سفر تمام ايش في المقاصل ايه اين كان الرقم اللي هنا خش عليه المهم اضغط على الرقم ده هنا كده وهتنزل بعد كده هنا على دي اضغط عليها هيبدأ هيحمل معنا الملف ده هنميه عندنا على قوله ده طيب نزل خلاص معنا اللي هو الملف اللي بالشكل ده هنا كده طبعا بعد ما تأكد ان انت خلاص قفلت ده بكليك عليه جيبه هنا كده هتقول له هنا كده طيب بص يا جماعة هنا كده اول اختيار المتعلم عليه ده هركزوا معي جدا في الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمة جدا اول اختيار ده هنا كده ان انا بقول له عايز افعل او اخد نسخة البرو من اللي هو ويمود اخر واحدة دي يا جماعة لو انت عايز تريح دماغك مستقبلا من اللي بتيجي ويمود وميطلبش منك بقى اي ولا اي دي حادثات تانية ممكن تعلم عليها تانيش تبقوا فاهمين بص يا جماعة الطريقة اللي هوري لكم حالا دي كده هتشغلك البروزن اللي هو اتناشر بوينت خمسة بوينت واحد ده تريبا لسا بوري لكم حالا الفكرة في يا جماعة الفكرة ان البرنامج ممكن سعب بيجيله ابدت بيجيله ابدت كل فترة ده شيء منطقي وشيء طبيعي جدا فالفكرة ان الابدتس دي لما بتيجي البرنامج بيعندك خلاص ما بيقاش برو بترجع تاني النسخة الفري فتيجي تفعله تاني بنفس الطريقة دي فممكن تقبل وممكن ما تقبلش فانت هنا بتتحطي في حيط البيعية انت ممكن مستقبلا النسخة الاحدث ما تتفعلش بنفس الطريقة دي ويكون لها لها طريقة مختلفة فلو انت عايز تريح دباخك من الكلام ده كله وتقول للبرنامج يا عم البرنامج ما تعملش اي وخليك شغال بالفرجن اللي عندك ده كده وانا هفعلك بالفرجن ده والدنيا تمام كده وحلو هفضل شغال معك تمام هتعلم على update دي وتقول له start فهمين يا جماعة انا شرحتها بشكل واضح هوا هتقول طبعا مشيته ثم نعمل كده هقولك هي فيها ميزة ان انت بترح دماغك ان هو مش هتطلب منك بعد كده امن انت تفعل البرنامج تاني بعد اي update بس في نفس الوقت انت بتتحرم من مميزات ممكن تيجي للبرنامج مستقبلا يعني الupdates اللي بتيجي دي غالبا بتيجي برضك معها تحديثات ومعها مميزات معها اضافات جديدة والكلام ده كله فدي براحتك شوف انت بقى دماغك عايزة تروح فين وبراحتك انا شرحت لك اه يعني دي وظيفتها ايه انا عن نفسي اه لا مش مش هقوله عايزة عادي خالص وهقوله هنا start وهيعمل كل حاجة لوحده خلاص لما خلص كل حاجة هنا كده ما تتكش رسوله لحاجة خالص هو قال لك خلاص اقفل ده هنا بقى كده هديجي عندك على برنامج هو ده بيكليك عليه اه خلاص قال لك طيب ده كده كان اول حاجة في الفيديو ان احنا ازاي نحصل على النسخة البرو هنشوف بقى بعد الوقت كده نجرب نشوف مسلا نلعب لعبة ونشوف هيحصل فيها كرايش ولا لأ بس طبعا قبل ما اروح بقى يعني اكيد لو انت وصلت معي لحد هنا انا بروأ عليك هو احدث حاجة روأ علي بقى دينا لايك كده وديني كومنت ساعدونا يا جماعة ان الفيديو يعني ينتشر وكده فعني زيما انا حلو معاكم خليكو ايه حلو معا يعني طيب انا لسه حالا بنزل لعبة هوجوارتس اه ليشا سيدي كانت نزلة طبعا بننشخة فيه على ستور ايبك فالف شكرا يا ايبك جديد على الهديات الجميلة ديت فانا هتجرب كده خش معاكم والله نجربها حتى انا اول مرة والله هتجربها اهو انا معافش يعني فعلا والله هتشتغل ولا لأ فاحنا عايزين نضفها فاحنا نضغط هنا كده هو خلاص هو معلم انها من ايبك وكل حاجة وهقول له هنا كده ونشوف الدنيا فيها ايه نقول له برضو كنا كده نعلم على اي حاجة اي حاجة مسلا اهو ونشوف هو هشغل لعبة ولا هتجيب كراش ولا ايه كده طيب هو بدأ اللعبة معي هوت هتنافل خلفية هنا هيت بس ايه نشيل بس كده نجيب الدراع بتاعنا اللذيذ وبالمناسبة يا جماعة اللي عايز يعرف ازاي نعمل اللعبة هنا باللغة العربية نعمل شورت يعني عامل شورت كده سريع ازاي تخلي اللعبة باللغة العربية لو انت منزلها من ايبك لو انت منزلها من مكان تاني نسخة متقركة او من ستيم ففي فيديو على القناة انا شارح فيه زي اتعرب اللعبة يعني بس لو انت منزلها مع الايبك ففيه طريقة سهلة جدا جميلة جدا زي اتعربها يعني هتلاقيها شورتة كده هزالوكو حالا كده لو انتو حبيت خدش تشوفوه زي ما هشوفين يا جماعة اللعبة شغالة اهي ما يعني ما تكرشتش ولا حاجة خالص الناس بتقولك اه ان كان فيه مشكلة عندهم ان هما بيجي يشغلوا اللعبة اه عن طريب الناس اللعبة يعني طبعا هم كانش بيكريبوا على اللعبة دي يعني بالذات يعني هم كان بيكريبوا عماتها بيجيش شغل اي لعبة فالبرنامج كان بيكريش وبيخرجك من اللعبة وكده يعني فدي تجربة هو عملية فعالية قدامكم يا جماعة اللعبة شغالة هي ما فيش فيها اي 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 ام التخطي هنا مفيش فيها اي كدهش ولا حاجة خالص التخطي هنا كمان مسلا هوت عاد بس اي اه اوريكو اي تخطي يا جماعة اللعبة شغالة بصوا كل حاجة تمام هوت وعمل اه اضرب وبتاعه وتمام وكل حاجة يا جماعة تمام فيعني ده كان شرح النهاردة او حاجة النهاردة كالعادة لو الحلقة اجابتك ما تبخلش عليا بالدام معناول اللعبة على اللايك كومنت جيميزة كده اشترك في القناة انت مش مشترك واخدك لفة كده في القناة هتلاقي فيديوهات انا متأكد انها تأجبك يعني اضروا المجهودة جماعة انا بحاول الله الحقكوا اول باول هو اضبط لكم الدنيا يعني اضروا المجهود يعني اكتبوا لي كده كومنت حلو واخدوا لفة في القناة وبس كده يا شباب سيد